رجعنا بعد الفاصل نرحب في ضيفتنا شخصية إنسانية راقية مريحة رياضية وعندها شوية سياسة رحب فيك سيدة خول الحساوي مساك الله بالخير يا هلا فيك اللي يطول لعمرك سيدة خوصل مساك الله بالخير سيدة خولة فعالة في السوشال ميديا صحيح صحيح رح نشوفها للتغريب معاك ونرجع إن شاء الله في البداية نمسك الخشف ونقول ما شاء الله والله يتمم عليك إن شاء الله هالرقي والعمل الإنساني وخليليش عيالك واللي قاعد تسوينا مو غريب أنت ابنة الراح المبارك الحساوي الله يحزك فاللي قاعد تسوينا هذا إحنا نفخر فيه ككويتيين ونقولك عساك على القوة الله يطول لي عمرك سيدة خوصل الله يسلميك أسهل أخوالة سمعي مرأة ناجحة وأم لأولاد ما شاء الله عندك فواز يعني أنا أتابعك صراحة من سوش الميديا حبيب وأحبت أحب صراحة لما تحطي مع فواز فاللي قاعديني شعور بوايد حلو في الأموم وهذه كلميني عن هذه الحياة هذه عن فواز غصديت عن الحياة عامة اجتماعية نحن قولنا نديش بالحياة الاجتماعية وننسؤل في الشغلات مهمة أول شي نقوليش مبروك على الغادسية أمس نعم الله يبارك على الكويت واليوم ثلاث مقاط راحت الكويت نحب عش نسوي مرح تلح لحل ثلاث مقاطة يعني في خوف اليوم شو سوي بس ترى الغادسية عين والكويت عين طرح اثنين منحبهم بس القادسية يبقى هو الأصل الأسفر يعني استاذة خوله في خوف اليوم على القادسية من وجهة نظرية نعم نسيب بنتشوف هذا التقرير بعد من الجامعة بالطرف الأيمن عرضية بدر المطوى تتظر بدران يلعب الكرة البينية الشيخ قول 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 جزاء للقادسية بدران بدر المطوى المطوى هانا كابتان هانا هانا بالكابتان هانا هانا بالقادسية نقلة على الطرف الأيمن خطيرة تبدون القادسية هيا 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 المطوى طبعا القادسية يمرض ما يموت طبعا بس اليوم هم بعدد ناصر السعودي الأصفر الثاني وضعه من تماما لياه نفس الشيء بس ما عليك إن شاء الله إحنا مضع علينا موسمين تبارك الله الناس كلها تحسدنا إن شاء الله الحمد لله والشكر الله وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله هل برايتش أن نادي القادسية اليوم مستوى قعد يتحسن عن قبل؟ والله حتى لو تحسن القادسية يفتقد أشياء كثيرة شو الأشياء اللي يفتقدها اليوم نادي القادسية؟ يعني الإدارة يعني إحنا ليش نتكلم عن الكويت أنا طبعا أحب نادي الكويت مو أحبها كعشق القادسية طبعا ولها كعشق ولكن الكويت إن شاء الله عليهم يتميزون في تنظيم الإدارة في أي نادي بالعالم سواء كان ناصر السعودي أو الكويت أو القادسية إذا ما كانت الإدارة جيدة متلاحمة ما رحت تلاقي الصفوف متوازية بين اللاعبين رحت تلاقي مشاكل كثيرة نعم على أطار الإدارة اليوم من نجع الخبر اللي تداولوها اليومين اللي طافه وعودت سيد فواز الحساوي والشيخ طال الفهد في قائمة وحده بما أنت قريبة ما صحة هذا الخبر ولا سمعتيه حالك من حالنا؟ ما أعتقد أنه صحيح ما أعتقد بس طبعا أنا أترك الإجابة للفواز هو أبرك مني بهالموضوع لأن هذا شغلة يعني أنت سادخه لو أدتها شيء يرجع؟ طبعا طبعا يبقى شيخ طلال أخه عزيزه ومن أسرة كريمة والدتا نحفظ لها كل الحب والتقدير وخوانا نفس الشيء طبعا أنا حبينا القادسية وجودهم مع بعض من أيام ما كان فواز عضو حتى استلم الرئاسة والله شافي وفك عوغة إن شاء الله وبدأ عنا كل سوء إن شاء الله نحن بنتكلم عن حملة رمضون ويانا أنت طرقتها للموسم الإطاف نعم وهالسنة ما كنت متواجدة لأ شلون؟ السنة هذي أفعليك أنا الله يطولي عمرك عشان بس ما بي أخضم كنت موجودة بس مع بيت الزكاة فيصل كانت أنا بس عشان ما بي أخضم حق بجت الزكاة بس الله يطول عمرك أبو عبد العزيز وزير الأوقاف في البلدية سوى الموضوع حملة خلي رمضون ويانا سواه على مستوى دولة الآن وهذا طبعا فخر لي ولأعضاء بيت الزكاة المدير العام للعاملين من صغيرهم لي كبيرهم ليش؟ لأن هذه الحملة يمكن السنة صارت على مستوى دولة ولكن العام سويناها على مستوى بيت الزكاة ومن فضل الله علينا ثلاثمائة تقريبا سجينة ما يعني الرقم لا تواخذني فيه طلعناهم من السجن بفضل أعمال خيرية من أهل الكويت وبني دائما بيت الزكاة والحمد لله طبعا أبو عبد العزيز وزيرنا لما شاف النجاح اللي حصل وحققناه الحمد لله العام فطلب مننا أن احنا نكررها وبشكل أوسع ويمكن سماعة وايد بيت الزكاة عشانا بغض النظرنا أنا عضو أنا ترى مساهمة فيه من عمري عشر سنين فهذا البيت أنا أنظر له كأن الكويت تعرف شون الكويت كل عمرها تعطي فبيت الزكاة وهو جدي يعطي ولكن مغضوم حقه ونكون شفافين هو إعلاميا نعم ما مغضوم شوية بيت الزكاة أنا بدلت كل مجهودي خلال السنتين من عضويتي يعني يمكن هذه آخر سنة لنا في بيت الزكاة نعم أننا نظهر إعلاميا حملة خلي رمضون ويانا هي ليست الحملة الوحيدة أنا بس تسامحني بس بذكر لك بس الحملات مات 2016 على عجالة يعني عندنا حملة مضايا مدينة مضايا لما صار الحصار على مدينة مضايا في سوريا نعم فطبعا هذه الحملة بيت الزكاة كان له فزعة كبيرة فيها وما قصر عندنا حملة ثانية اسمها حملة فزعة ما نرضاها هذه الحملة كانت خصصها بيت الزكاة حق المحتاجين والأسر الفقيرة داخل دولتنا الحبيبة لكويت هذه الحملة كانت أساسها للمستلزمات الأساسية والمواد العينية مثل أطعمة شديد حملة ثانية اسمها حملة حلب تتذكرون الحصار اللي زي بنصار على حلب حملة ثالثة اسمها خلوا ميرون بون ويانا اللي ذكرناها أول ما فتحنا الحديث اللي هي 2016 وللوزير طلب أن نحن نوسعها وصارت على مستوى دولة والحملة الأخيرة هذي كلهم بل 2016 طلب لك والحملة الأخيرة اللي هي حملة سوريا اللي هي دفوا أيضا فيعني بيت الزكاة يعني إحنا علم الله نسع جاهدين أنا أترأس ثلاث لجان شهريا عندي اجتماعات في بيت الزكاة شهريا أسعى أني أخلي مخي تعرف شون تحصل برتقالة يعني إني أسعى وأتعب عشان أسوي شي حق هالبلد اللي عطت الكثير ومن قناتكم هني يعني أنا أدعي كل أهل لكويت أنهم يعني تكون تمتد إيدهم مع هذا البيت يكفي أنه مؤسسة حكومية يكفي أن الدولة دعمتها يكفي أنه خاضع لجهات رقابية وخاضع أيضا لنا إحنا كأعضاء إحنا أيضا رقاب عليه وفي مدير أيضا الله يبارك فيه أستاذ إبراهيم الصالح وفي جنود مجهولة يا أستاذ فيصل تقول الله هذين يشتغلون يعني يتعبون ومع هذا أنا ساعات في تويتر ييني بعض الإساءة عن بيت الزكاة فأحزن لأني أنا موجودة في أرض الواقع عندهم بينهم نحن بنتكلم عن موضوع الإساءة اللي قاعدت تكلمنا عنها اليوم واحد ناس قاعدت تتدمر من بعض الشروط اللي يطلوها بيت الزكاة نعم أنت لو بقاعد تقولين إعلاميا ما حد يدري عن بيت الزكاة لا لا يدري بس بيت الزكاة يستحق أكثر أكثر للظهور إعلامية عشان تريد أنا اشتهد من عرض الاختراحات اللي أنا قدمتها حق بيت الزكاة إن أنا أطلع حق المدارس أطلع حق الجامعات أطلع تنتبون وزارات ما عندي مشكلة أفضي نفسي عن طريق مكتب المحامة أفضي وأطلع لكم عشان أنشر أعمال بيت الزكاة بعدها أنا ما يهمني ترى الكبير بس أنا يهمني حتى اللي صغير أنا لما كان عمري عشر سنين كنت أسام كفالة يتيم فيعني بالعكس حتى اللي صغير أنا عيالي بسم العليم ريائي للحين يعني بس كلهم لما ياتني الأستاذة ميسال فلي أوجه لها تحية كانت تطلب مني شنو الأعمال مالة السنة نسويها فكانوا موجودين فقلت لهم قبل تطلبي مني طلبي منهم وعلى طول سرعة يعني طبعا يشوفوني أنا سول في البيت ويطلعون معاي كل الطلعات اللي يطلع فيها الجامعة يكونون معاي وأنا أتعمد أزرع هذا الشي فيهم أنا موز قصدي أمة قصدي أمة وقصدي هذه الشريحة لأننا ننميها الروح بشباب الكويت أستاذة خاولة اليوم وصلتنا معلومة يا تأكدينها يا تنفينها أنا شرح تهدين بيت الزكاة لا لا شوفي حبيب تغني إحنا طبعا أنا تم تعيني من تشيح من وزير العدل الله يمسي بالخير أستاذ يعقب الصانع أحفظ له كل التقدير والاحترام وطبعا بعده أيضا من مجل الوزراء وأكيد يعني يشرفني صاحب السمو وأنه بارك هذا الاختيار تعييننا لمدة ثلاث سنوات المفروض إحنا آخر هذه السنة نخلص أنا مو ما أبي أنا حابة أكمل أنا وين ما تحطيني شي في خدمة الكويت رقبتي حق الكويت ما عندي أي مشكلة حتى لو كان لود علي ما عندي مشكلة لأني أنا أعشقها لتراب وأحبها وأحس لحد الآن أنا ما رديت جميل أحس ودي بعد أعطي ولكن أنا يمكن قلت حق بعض الزملاء قلت هذه آخر سنة وأعتقد أعطي فرصة قصدي حق غيري لأن أنا يمكن عندش خبر أنا أول سيدة تدخل بجزكاتك أضوى فقد يكون يمكن في سيدة ثانية بعد تعطي أحسن مني هذا كان قصدي أما أنا خولة أتتخلى لا والله ما أتخلى عن شي خصد الكويت أبدا أستاذ خولة ببقى أن أتتكلم عن عمل خيري ودي أرجع شوية إلى مركز مبارك الحساوي ولي تحفيظ القرآن واللي موجود تحديدا في سجن الإسان نعم يقال أن المركز العيل مو مثل السابق يصفر ما في أحد يعني أتكلم بريحية أخذ راحتك شوف طال عمرك هذا المركز بدايته قاعدت أنا ويا الأستاذة وفاء البعيجان نعم وجلها التحية والتقدير والاحترام وأنحني لها إنسانة فاضلة انصحتني وقالت قعدنا سولفنا أنا معاها كنت وراح حق الصم والبكم ونكرمهم فعطتني هذه الفكرة قلت لي بس هذا حلم قلت له الحلم قصة يصبح واقع ما عندي أي مشكلة لأن أنا أعلم والدي يحب دائما الأعمال الخيرية اللي ما هي ظاهرة واعرف أن هذا شيء يحبه فبديت التراخيص خذت معي تقريبا سنتين على ما خلصتها والحمد لله أتممنا المركز بديت في أنا شخصيا ولكن مبرت والدي إيهي تقدر تقول أكدر من تبانين بالمئة إيهي اللي ساهمت وهي اللي خلصت ورحنا أنا واخوي عبدالعزيز الله يحفظه وحضرنا الافتتاح وكانوا رجال من الداخلية من حقوق الإنسان بس أعطيك نبذ هذا المركز يعتبر الأول على مستوى العالم الإسلامي لأنه فيه تحفيظ قرآن مركز تأهيلي تعريف بالإسلام لغة عربية كمبيوتر خياطة صلاة كل شيء فبدينا فيه طال عمرك تقريبا ميتين سجينة يوميا يبونهم ثلاث إلى أربع ساعات احنا قلنا نتكلم بالرياحية ميتين سجينتي وطبعا وفاء تدري كبرت وانطلعت وحطت وحدة ثانية مكانها أستاذة فاضلة اسمها يفعل عيدان وبدت بدأ المشوارنا وفاجأ أنه بدأتيني وايد مشاكل وايد وتسبت وايد اتصالات يا مبارك يا مبارك ما يجوز ما يجوز هاللي قاعد يصير خلافات ما بين المشرفات ما بين السجينات بدأ يقل عددهم وهذا أثر عليهم وأنا طبعا تعبت وسعيت وتكلفت وقفت على رأس هذا المكان كل من مال هذا الإنسان اللي هو تحت التراب اللي جميلة على رأسي اللي أدخلانا وراها تحت التراب عشان يستمر هذا الأجر فالمهم نبشت في الموضوع ولقالوا لي في المشرفة الموجودة حاليا هي المسببة المشاكل وهي اللي قاعد تسيئ للمشرفات الثانين فطبعا شلت نفسي ورحت حق الوزير الأستاذ أبو عبد العزيز محمد جبري وشرحت للوضع وعدني خير وقال لي حاضر يا مبارك وإحنا نشيلها فطبعا اختصرت الحديث كلها بحديث واحد قلت له لا تزعل عليه أبو عبد العزيز ولا يزعلون عليه المشاهدين قلت له هذا المركز مو الدولة سوته ولا الأوقاف سوته هذا مبارك الحساوي سوته من ماله الحر فبالتالي أقل حق لأولاده وزوجته وبناته أنهم يختارون من يرونه كف صحيح فأنا مو طالبة أقل من هذا أكثر حق بسيط اللي أنا طالبته فأرجوك كل الرجاء هذا الإنسانة بدون ما أبي أذكر سمها طلعوها طبعا لا زالته موجودة فقلت لطلع لي ما أبيها ورجع لي الأستاذ هيفا اللي هي كانت ماسكة هذا المركز قال لي ثامرين أمر وبكرة 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 علمت أنه حصل تحقيق مع هذه الإنسانة طيب التحقيق أنا بعيدة عنه واخروه عني أنا أبي الأجر حق والدي هاللي تحت لتراب تعالى فكرة ترى يمكن أخواني وخواتي والدتي أول مرة يسمعون هالكلام أنا ما كنت متكلمة وكنت حاطتها بصدري هالحتي لأني أنتظر أبي عبد العزيز يحله يعني يعني مفعالة سترا واضح وضيكتش واضحة أصلا ها ضيكتش واضحة اي والله أول مرة أتكلم أنا قلت لك أتكلم بريحية قال لي تكلم أخذي راحت إحنا منعرفناك من عمر وأنت يتكلمين لازم براحت الله يعزيك فبس ومضى ثلاثة شهور تواصلت مع الأستاذ علي أخو طويل عمر وعبد العزيز وقال لي مبارك قريبا راح تسمعين ما يسرج فأنا أنتظر أنه تطلع الأستاذة الموجودة حاليا أستاذة فوزية بدون ذكر باجي الإسم ورجوع حيفة وإن شاء الله إذا رجعت وعبد العيز لب النداء يعني هذا أقل حق لعيال مبارك الحساوي بناته وزوجته عشان يرجع المركز كما كان بكف لأنه موحل وحق اسم والدي كل عمر اسم شامخ إنه بعتحت لطراب ومركزه ما فيه لسجينة رحمة الله أم مبارك بسألت شؤال شوي حساس اليوم في ناس وائد يتجهل بناحية المساعدة اليوم في ناس استغلوت شبه الموضوع هذا أقول لتشي إستاذة غنيم إحنا بأكسان حاسة نفسي حمو بمغابلة حاسة نفسي إحنا قاعد ندرد إحنا قاعد نساعدك وقضي راحتك على آخر بسم بالله مبارك والدي كان يمي ويمكن زوجته ساجع يعني واتسب ممكن تساعديني بمليون دينار يعني أنت ش تحسيني بنفسك أكو إنسان يطلب مليون دينار مساعدة مساعدة وقبل هالمرة واحد قال لي أبي 500,000 وقبل هالمرة قال لي واحد أبي 300,000 هاداش مشروع مو بمساعدة قبل هالمرة قال لي أبي بيت يعني ما أدري أنا صدقيني بديت أشعر يعني أنا لا ظهوري الاجتماعي اللي أنا قاعدة أطلح فيه أو الإعلامي أو أنا عمري ما تباهيت ولا قلت أنا شونه عندي بالعكس إنسانة بسيطة وشعبية وتعلمت هذا الشي من والدي أني دائما أمشي على الجانب ما أحاول أظهر نفسي بل بالعكس أنا يمكن الوضع اللي أنا فيه أقدر أسوي كل شيء أنا مبارك بس وصلت مسج ودعا عليك شخص أي والله فسويت صدقي أنا هذا ما أرد أعطي بلوك طبعا بتويتر وأيدييني كل بلوكات ما أرد حتى ليغلط علي ما أرد أنا ما أحب أخسر أحد ولا أحب أعطي مجال حق أحد أن يدافع عني فأنا إيش يخسر الناس خلي واحد أنت فأفاجأ قال لي مبارك والدي ردي عليهم وعطي بلوك فقمت قت له قت له عيب الأسلوب بالطريقة هذه لو أنت كنت بالفعل أنت محتاج إيش رح وضعك ويصير خير أما ومو بها الأسلوب فقمت أعطي تبلوك قت لهذا أسلوب بواطي أنا آسفة قت لهذا أسلوب بواطي عشان أكون صادقة بس بالمعلومة قت لهذا أسلوب بواطي أنك تطلب مليون دينار إذا أردت أن تطاع أطلب المستضاء فأعطي تبلوك يعني اليوم لقيت شريحة كبيرة تستغلتش بالموضوع وايد كتب لي بالمسج إن شاء الله لا يعطيش أطفال معوقين حول الله أي والله العظيم وإن شاء الله تنذل لين مثل ما أنا منذل بهال معنى يعني حتى أنا مو حافظة المسج فأعطيت أمر تولدي قت له أنا ما عرف شو يسوم بلوكات حق المسج وحق التصالات وما عرف فقامت وسوت البلوك كل شي ريحتني الله يطول أمرها فوايد يعني طبعا أنا يعلم الله يمكن يميني ما تشوف شمالي وهذا الأصول يعني في أعمال ترى لازم تشهرينها لأن ساعات يمكن أنا تتعظ منك أو تكونين أنت بالنسبة لي قدوة بس مو كل شي أنا أشهرة فأفضل بيني من رب العالمين فأنا ما نهار فليش يدزولي أنا أستغرب المباغة باش يترتاحين شوية تغني نفسها لا لا عادي 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 رح نطلع فاصل مكمل إن شاء الله رجعنا بالفاصل ها هديتي لا والله ما أكو شيء لمو طيبة هديتي نفسك نفسك نحن نبيش تتكلمين تغني رح تجعل آخر اي الله يسلم مش قاعدة بين أختي و أخوي الله يسلم نفسك الخشب و نقول الله يتمم عليك قاعدة شبا عيالك الله يأزك و نتكلم اليوم مع الأسرة وتحديدها نسوره في عم فواز هذا الحب نعم ما يحتاج الحين قاعد يتابعني مجهز الآيباد و قاعد يصور شافني لابسة قال لي ماما وين بجاما قلت له لا أنا أحب أن أروح لستوديو و نسور عندنا حلقة قال لا نفسك الآيباد قلت له يصور هذا أرطال أمرك ساد فيصل هذا البركة في طبعا خلقي رب العالمين هو اللي أعطاني هالخلق الشكل و أخلاقي أكيد يمكن تربية الله يغفر له والدي رحمة الله ولكن بركة في مالي و رزقي و في عملي في المحامة و في أني أنا أضلل على عيالي و بيتي و رضى والدتي و أخواني و خواتي أنا أعتقد كل هذا و رأى فواز اليوم فواز شنو ضاف حياتك يا بوي مثل شنو سعادة لا توصف سعادة لا توصف اليوم حصل موقف شاددنا في البيت مع الخدم يعني وحدة خاطئة ثانية و أنا ما أحب حد يظلم الثاني فشديت ريويا كان من سدح يطالع على الآيباد يعني شوفي أنا مبارك و محمد و ضاري أنا ما أحبهم هذي لربعي وهذي لتاج راسي وهذي لعيالي و قطعة مني يعني أنا أنا تعديت مرحلة الحب معهم لكن فواز سابقهم مليارات صدقيني و إحنا متشاددين سكتنا خلص حلينا الموضوع قام بتبكي و راضيتها و راحة ما شفت هاليالي من وراي و يحاضلني و يمسك رقبتي بقوة I love you ماما بعد عمري بروح أقوم بسبري سبري عشان شنو يهديني بيانا زعلانة بس أنا مو زعلانة أنا ما بيهم يزعلون لأني أثر على البيت والأعمال هم في البيت كموظفين يعني خلشوفها التقرير برجع نكمل سلام عليك يا حبيب الله أنفزني وسلم عليك يا حبيب الله و عمال هب الساعة هبايبا لرياحي و يا شاريا طبعا هذه ذكرى زواج فوقها مبارك من خمس الشهور من خمس الشهور نقولها بن مبارك بعد مرة ثانية مبارك في روحك اليوم شعور الأم لما تزوج ولدها يا ويلي بس أنا تصدق ادخلت علي ليالا الله يحفظها ما حست ادخلت علي مرة ولدي حسيت بنتي الله أعطاني بنت الحين صار يعني أمس أقول حق واحدة من صديقات خواتي أقولها ما عارفها الشعور تشنتي أنا شعور ما عارفها دائما لولين ترى هذه اللي بنت خالة يعني ما عارفها بالعكس هي بنتي يعني أنا عندي صار ثلاث سبيان ووليدة أربع سبيان الله يحفظهم وبنت فالله يبارك فيها إن شاء الله ويخليها وفرح بالثلاث الباقي شنو المسؤوليات اليوم اللي حاستيها بعد زواجها حاست أن في مسؤولية صارت زيادة يعني من مبارك أي من مبارك بالعكس نشوف مبارك من شاء الله عليه رجل من قبل الله يتزوج يعني هما كلهم رجال الله يحفظهم بس مبارك يعني هو ذراع اليمين وكاتم اسراري وحبيب وأنا أي مشكلة تصيلي دائما أحاول أخذ راية يمكن ساعات مشاكل شوية خاصة بشغلنا تكون أكبر مننا شوي بس أحاول أدمجها وساعات أشد عليه يقول مبارك لازم تسمع أنا أدري ما رح يفن بعض الأمور الغانون يعني بس أقول ما يخالف يعني خليه يستفيد فمبارك يعني تبارك الله عليه رجول تكتملت من يومه صغير يعني من التعش وأنا حملتها المسؤولية فلما تزوج حتى يسميني أنا حين مبارك قاعد يسمعني يسميني أنا ومرت ليال حريماتي يقول يقول لي ما كان عندي مسؤولية حي صارت عندي مسؤوليتين حقيبا كان أغطات من العرس كاي موجودة والفرحة ما شاء الله الله يحبب إن شاء الله شوف ذريتها يا ربي آمين يا ربي إن شاء الله ومشوف عاد رح تمجي معاتش مقولة ما أعز من ولد الولد ناطرينها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطيهم إن شاء الله يبارك لهم أحنا بنتقل معاتش لأمحور يديد وهو المحمة أي نعم اليوم تترافعين تطلعين دام القادة رابعين والله أطلع طال عمرك بس للقضايا المهمة يعني قضايا كبيرة أطلع فيها بس القضايا العادية لا ما أطلعنا عندي محامين كوتيين الله يحفظهم إن شاء الله ويبارك فيهم ويزيدهم تبات وقوة وعندي مستشارين تبارك الله عليهم يعني إحنا مكتبنا مهو قديم أكثر من أربع سنوات تقريبا بس إن شاء الله يعني قضيانا اللهم أمم بارك تقدرين يوم توثقين أو مشاريع ثانية إي حياتي أنا طبعا اللي خليني أقدر النسملة عليهم كلهم ريائي يعني يشتغلون يعني مثلا ضاري حاليا يحضر ما يتسير محمد عنده محلة وفاتح صالون وبنفس الوقت يدرس فأهمه لاهين فأنا ماحس أني أنا مقصرة في وجودي في البيت وياهم مبارك الله يحفظه حين فاتح مشروع تنظيم مؤترات يبقى عندي الحب فالحب مدير جعمل سيجع ساعة انتين ففترة الصبابي حاضي فأنا قلبي بارد فتلاقيني تركيزي كله في المكتب بيت الزكاة عادة إذا لي حق اللجان اللي أنا أترأسها أخليها الصبح علشان ما أترك الأولاد إذا طال عمرتش مجلس دارة لأن الوزير يجتمع معانا كل ثلاثة شهور مرة هذه مرة تكون كل ثلاثة شهور فما تقصر يعني في العمل طيب مبارك اليوم ما صحة أني ما تترافعين عن قضايا المخدرات لا أنا أنا أشوف مخدرات ما أحبها والخيارات الزوجية وهذه الأمور ما أحبها الأسباب ودنا أعرف الأسباب اليوم بالنهاية هذا المتهم ممكن يطلع بريء يشوف طال عمرك أنا الله يسلمك إذا القضية أول ما تستقلم أنا ما أقعد مع الموكل أول شيء أخي المستشعري قعد المستشعري عارف نيتي عارف رغبتي أنا شنو أاخذ شنو ما أاخذ نعطي موعد حق جلسة ثانية أقعد أنا والمستشعري ونتباحث في هذه القضية إذا هو نجهة نظرة أني أنا ما أخذها أقول لا أخنا أشوف أشوفها إذا شفتها كيدية أو فيها تلفيق إيه وهذا حصل وساندت الموكل المالي والله الحمد وطلع منها براءة هذه تواقريب أما بشكل عام عشان أروح أدور لخيط وطلع أنا قاسم اليمين أمام رب العالمين مو أمام محكمة دستورية فأنا ما أخون مهنتي ولا أخون ضميري ولا أخون ربي فعشان تري ما أخذ فيها يعني هل اليوم صحيح أن في بعض المحامين ممكن المتهم يجري فينا متهم نعم طبعا ويحاول يدور خيشة أن يطلع طبعا طبعا أنت تدري سيد فيس أنا قاعد أسأل لا طبعا موجود موجود أنا يمكن اللي يخلفني عن باجي المحامين أنا ما فتحت مكتبي للربحية نعم أنا بحكي لكم قضية شوي بطلع عنها اليوم هذه يعني شيشي لعقلبي أنا وفاتحة مكتبي للربحية أنا فاتحة مكتبي لخدمة أهلي أن أحتاج الأمر وفاتحة مكتبي لخدمة أهل الكويت نعم وبشكل خاص أخواني من دول الاحتياجات الخاصة اللي أنا فاتحة مكتبي على مصراعي لهم دون أي مقابل وأتشرف وهم تاج على راسي على فكرة قبل الله يعطيني فواز أنا فواز أنا ما أعتبر عنده مشكلة نعم اليوم تبتسأل وأقول لك لا تفضل أي الله يطول أمرك اليوم جاتني قضية يعني هزت بدني على طاري أقول لك أنا مكتبي يعني مو مفتوح للربحية كثر مو مفتوح لأعمال إنسانية أكثر ما أقول لك أني أنا والله ما أاخذ غضايا لا والله أاخذ وأكسب فيها وأستفيد والمكتب الحمد لله شغال مبدع ما يكون ولكن أتفاجأ يعني وهذا مني نداء لوزير الصحة في هذه القضيتين اللي بقولهم يعني أنا أحزنوني هالقضيتين يعني إحنا شغلنا بالمحامة أنا أتكلم عن نفسي ما أحب أتكلم عن باقي المحامين زملائي أحترمهم ولكن القضايا نوعين قضايا تحزنك قضايا تسعدك تسعدك مثل قضايا العمالية نعم لما تكسب لك حكم وإنت قاعد حتى القاضي ما يحولها حتى الحق الخبير وإنت قاعد يصدر فيها حكم وهذه حصلت عندي قضيتين وقضايا تحزنك لما تيك وحدة عندها بنت مولودة بال95 بعيب خلقي ما عندها ولا شيء من تحت ما عندها ولا شيء تتقدم يشوفونها الدكاترة ويشوفونها ما عندها ولا شيء يروحون يلعبون فيها لمدة ست سنوات ست سنوات من الخمسة وتسعين لألفين واحد وأنت ومثانتها طلعتوها برا مصارينها قصصتوها فتحة وأنا أتمنى أنها تسمعني أنا قلت لها اليوم أنا بتيق قضيت لأنها قضيتها اليوم كانت فتحة فتحوا لها بخاصرها تكرم مسامعك عشان تخرج أو تتبول منها صحيح إن زين شيء أنتو ما تعرفونه سووا لجنة ترفع حق وزير الصحة وهذا الأمر وزير الصحة لازم يفرض عليهم ست سنوات تحلف يمين المرأ عاشت في مستشفى بن سينة هدري شويت راح تكتبت نداء في الجريدة يعلق جنات النعيم يا أبونا جابر الأحمد رحمة الله عليها اكتبت النداء تقول ثاني يوم يعني مرسال من الشيخ شان يقولها تعالي ش قصتتش شان تقول قصتي كذا 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 أنا ست سنين عايشة وأنا هذي قصتي والعب وبنتي وبنتي عمرها ست سنوات قالها الآن تطلعين أمريكا راحت البنت أمريكا وتموا يعالجونها صارت المشاكل مالتها الحين رجعوا ملوت الصحة على حساب الدولة والميزانية اللي صارت بها التجاوزات طيب أوكي لازم يكون فيه فصل أمر مثل هذا أفصل عن الناس المستحقة ما يصير أنا أخلط حابل ابنابل أشمل كل صح فصار عليها المسكينة قالوا لها ترجعين طيب البنت عندها مشاكل هناك الدكتور لما شافها في هارفرد قال لها أنت ما أقدر أصلح مصارينش مقطعة عندها مثانتين طالع أمريكا وعندها رحمة قال لها مثانتها بره تكرم مسامعش بقت هذا بره والثاني فتحة وليل حين فتحة موجودة فقال لها قال لها الدكتور هناك أنا ما أقدر أسوي لتشيء أنا أرمم بس ترميمات اللي نقدر عليه يعني طبعا فقدت عذريتها البنت عن طوال سبب العلاج اللي سوولها اللي خضعتها في الكويت لما عروفوا أنها تبترجع قالوا لها إحنا عشان تعرفين شون الشعب الكويتي يعني وهذه عينة من الشعب الكويتي قالت لهم كلمة واحدة قالوا إحنا مستعدين إحنا نعالجتش وعلى حسابنا ورح تطلقين بالسي أن أن ورح نتكلم إن المستشفى هي اللي عالجتش وعلى حسابنا كصفقة حق أمريكا هذا طبعا طبعا الأم رفضت قالت لأ ولا أقبلها حق دولة الكويت يطلع عليها حتى لو حساب ظناي وردت بنتها ريابتها الكويت واليوم هي عندي وتبيني أرفع لها دعوة وأنا قلت لها أنا عيوني ليمين قبل الشمال وما بيمنت شي ورح أطالب لحين ما أوصل حق حق يعني البنت فقدت عذريتها فقدت مصارينها متقطعة عندها مشاكل بالرحم عندها مشاكل في المثانة منتدرين حيوين ثالثة طب ما شاء الله ما شاء الله فشي حر للأسف اليوم أستاذ أخونا إحنا وصلنا مرحلة ما نمشي لها بالنداءات ما يصي فيا وزير الصحة يعني من المنطلق من غناتكم يعني لازم إحنا عندنا حالة بعد من حوالي سبوع ريال طايح بمستشاة صالة 7 سنين ويوم طلع عن طريق العدالة زوجتا تكلمت وسوينا نداء تحرك الوزير ثاني يوم وقال لنسفرك بره إحنا ما ودنا ليش نوصل هالمرحلة اليوم سبب سنين على الفراش أكيد طبعا فلازم يعني يا الكويت ما يستهلون منك هالشي شوف ما رضت ضحت في ظناها عشان لا تسيء حق دولتها هي ليش اليوم برايتش مبارك إنه ننطر يوصل هالموضوع هذا أو يكبر الموضوع ليش من أول بداية ليش ما يتحركوا المسؤولين من البداية عشان تريد قاعد أقولك هذي فيه نقص نقص يعني إذا الهد ضعيف نعني هل تحت ضعاف أنا نتمنى نشتغل لا فيصل يمكن نكتر نقول إذا كان عندي واسطة يتحرك هذا أكيد هما ليش وقفوا علاج بالخارجة لأن كلها واسطة كلها واسطة فأنت ما وقت تشتوصن حق المرحلة بلد خير وبلد عز الله يطول عمر شيخنا ممقصر مع الكل يعني بدليل الشيخ يابري نشوفي مشاغلة شكثر ومع هذا حاط ناس التابع وكيدش يقصروا نفس الشيء ما يقبلون على بلدهم نحن جايما ما نشتغل على ردات الفعل نحن اليوم حتى الموضوع هذا نحن ألمنا شوفنا هدينا شوية طخينا ألمنا مع هذا الموضوع راح نطلع فاصل ونكمل وياتش رجعنا بعد الفاصل كنا نتكلم نحن بالكواليس عن موضوع وزارة الصحة هم بعتي موضوع عديد لا بعد هم في قضية غانية هم القضايا أقول لك اللي تحزن نحن مساعدنا قسمنا القضايا من وثنين تسع شهور لا سنة سنة طال عمرك يهد داوم هذه الموظفة بالوزارة تسع شهور ما تتقاض راتب وين راتبها؟ ما يعطونها راتب ليش؟ طيب شون ما تعطونها راتبها منين تاكل منين تصرف منين تشرب منين لا وبشرك بعد توقع حضور وتوقع انصراف وانطة كويتية وانطة كويتية وانطة كويتية وانطة ديرها وانطة ديرها وانطة ديرها وعندها ثلاث شهور طبعا راحت ومسكينة وصارت قصص قصص كثيرة لما بالأخير بعد معانا صرفوا لها ستة شهور الثلاثة شهور أخيرة بعد باقي السنة طبعا مرت في ظروف صحية الاخت ويعبت أوراق طبية ويعبت قالت لهم أنا مقدم معذار طبية ومريت في ظروف صحية يعني ما يجوز هالشكل فقالوا لها لا خلي اجتمع المجلس نسوي لش مجلس طبي واجتمع المجلس وأقر أن لها حق ولهذا اللحظة ما نصرف لها شي فتقدمت عندنا الآن وقالت لي ارجوش طلعوا حقي فأنا مضطرة طلع حقي حتى لو بختصم الوزارة الصحة مضطرة لأن أنا ما قدر أشوف إنسان مضلوم إييني بالطريقة هذه وأتركه أكيد يعني فأقول لك فهذا إن شاء الله يعني آخر النهار وزير الصحة إنسان كفء وإحنا ما نسئلة بشي ولكن كأننا بس كأننا نطق الجرس ننبه لا إن شاء الله يسمعنا هو يسمع القضية التي تشفت لها ساعات اليوم الوزارة مو قعد توصل لهم هذه القضايا بالضبط مجرد ما توصل لهم على طول حلونها فيه أشياء كثيرة اليوم مو قعد توصل إحنا قاعدين نتدمر ونشوف وساعات ممكن الشخص المعني ما لدمي بشي مبارك أغرب قضية مرت عليك اليوم غير هذه اللي اليوم وصلت لك أنا هذه والله اللي ذبحتني وايد إي أقولك هذه القضية غريبة هذه وحدة طليقة مطلقة هي خالصة راحت اتهمت زوجها أنا ما أقولك أنا هالأمور ما أحبها بس اضطريت ليش لأن زوجها عندها قضايا كثيرة عندي فأنا بسهولة برأتها مطلقة طلقة بائنة وخالصة راحت تتهمتها أنه يحثها على الفسق والفجور ويابت بنتها تشهد عليه على أبوها على أبوها وحكم لها طبعا القاضي ويابون طبعا توجهوا عندنا والله ملك الحمد 21 من أمس أمس كسبنا الحكم لصالح زوجها فأنا فوجئت يعني في الأمر أنت أنت مطلقة وخالصة فليش أنت تستضعفين وهو وافد وطبعا نهي المرأة لها علاقات كثيرة فاستغلت علاقاتها في هذا الشيء واستغلت تربية بنتها لها وخلت بنتها تشهد أمام القضاء وكسبت أول درجة ولكن اللهم لك الحمد يبنى الحمد للحكم اليوم أنا طاري كسب الأحكام اليوم سيد فواز كسب حكم تمييز إيه من شاء الله اليوم بلغني فيه الله يوفقه يا ربي فواز ما يستاهل نيتها طيبة وقال اليوم قتله وإنسان نظيف ويخاف الله ربه دائم معاه آمين يا رب أنا وصل للختام للحلقة اليوم وسعدنا جدا في وجودة معانا والقضايا اللي طرحتيها والنداءات اللي اطلعت منيش وانتمنى إن شاء الله تكون لأيام رياية تكون أفضل وأفضل كل ما أخير تحبين تقولينها طبعا أنا سعيدة أني تعرفت عليك سيد فايصل وتعرفت على أستاذة غنيمة سعيدة أني أطلعت هذه القناة اللي يعني أنا أحفظ لها كل التقدير وأتمنى أني أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم وعلى حبايب أهل الكويت وإن شاء الله مستقبل نطلع معاكم ويكون عندنا أشياء أكثر مفيدة حق المشاهد ولكم إن شاء الله وإن شاء الله لك السعادة خولها يعطيك العافية ونور فينا حياتي الله والسعى المباركة الله يعزك ساعتك بعد الفاصل فغل الرياضية مع محمد رضا